قال معهد امريكان انتربرايز ان ايران تكثف تعاونها مع جماعة الحوثي لتهديد دول الخليج العربي واضاف المعهد الذي يعد مؤسسة بحثية امريكية ان ايران تواجه تهديدا امنيا متزايدا من تحالف قوى مناهض لايران في منطقة الخليج والعالم لافتا الى ان ايران تتمهى في علاقتها مع ميليشيات الحوثي في محاولة على الارجح للاشارة الى التهديد الذي يشكله الخصوم للخليجيين في مواجهة هاجمات الحوثيين واشارت المؤسسة الامريكية الى تأكيد مسؤولين ايرانيين او اخر اغسطس ان ايران زودت ميليشيات الحوثي بالخبرة الفنية في مجال الاسلحة ولفتت الى ان ايران عينت سفيرا جديدا في صنعاء العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون في منتصف اكتوبر للمرة الاولى منذ خمس سنوات كان عضوا في فيلق الحرس الثوري الايراني ويمكن ان يكون بمثابة مستشار عسكري للحوثيين